شوارع العاصمة الأرجنطينية نعدام للأمن والأمان وجرائم بالجملة وسط غياب أي هيبة للدولة البعض يلقي باللوم على تفاقم الفقر في بوينس آيرس ودواحيها فيما يعتبر آخرون أن انتشار المخدرات على نطاق واسع هو السبب لا أعلم إن كان الفقر هو السبب برأيي أن المخدرات هي المشكلة الكبرى فقد انتشرت كثيرا خلال السنوات العشرين الماضية وهناك شبان يطعاطون المخدرات ويثملون ولا يفكرون بعواقب أعمالهم الشرطة تبدل قصار جهدها لمكافحة الجرائم وضبط الوضع الأمني وقد زادت من عديد رجالها المنتشرين في كافة شوارع العاصمة ولكن السكان فقدوا الثقة وما زالوا يتخذون أجراءات احترازية خشية على حياتهم بعد الساعة السادسة أو السابعة مساء كبر السن مثلي لا يخرجون من منازلهم العديد من الشركات تعمد إلى الاستعانة بوكالات أمن خاصة لحمايتها في ظل غياب أي بديل آخر عن ذلك وتوسع هذه الوكلات من أنشطتها التدريبية لمواكبة الطلب المتزايد على خدماتها وإعداد العناصر المؤهلة لانعدام الأمن أسباب عدة لا يمكن لشرطة أن تنتظر انتهاء عملية الدمج الاجتماعي للذين ارتكبوا جرماً لا بد من التحرك الآن وبالأساليب المتاحة فالدمج الاجتماعي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال خطة طويلة الأمد لا تنتهي مع انتهاء ولاية الحكومة كل المعطيات تشير إلى أن حل أزمة تفاقم الجرائم في العاصمة وضواحها صعب المنال فالأسواق السوداء تزداد نفوداً والظروف الاجتماعية إلى تدهور